اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيفما شفتوا اليوم نعقد الجمع العام الثالث لغرفتنا وتتركنا فيه عدة نقاط مهمة جدا ومنها النقطة اللي هي مهمة جدا وهي الاتفاة المولوية للجهاد سوسماسا اللي كان عارفوا بأنه قطاع الصيد البحري كيمثل واحد الأهمية واحد دور كبير في الجهاد واللي هو كي يشغل يدعم ملاك كبير وكبير جدا اذا هذه الاتفاة المولوية هي في نفس نوق احنا فخورين بها واحد الفخر كبير وفي نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة اللي تتلقى على عاتق الجهة ماستسوسماسا ومنها الغرفة ديالنال اللي هي حاسة بهذه المسؤولية هذه الكبيرة واللي ان شاء الله بحول الله غادي تعمل باش تتمشي بهذا الخطاب المولوي وبهذا النداء ديال صاحب الجلالة باش تصل لجهاد ديالنال واحد المستوى اللي كتلق به كنعرفوا بأنه كيف قال صاحب الجلالة نصره الله جهة سوسماسا هي الآن كتعتبر هي السنتر ديال الوطن واللي كيربط واللي كتربط ما بين الأقاليم الجنوبية والأقاليم الشمالية إذن هذه المسائل هذه كلها هي اللي هاتر عليها صاحب الجلالة منها السكة الحديدية منها الطرق إن شاء الله بحول الله اللي غادي تتربط ما بين الأقاليم الجنوبية وهذا المنطقة الوسطى غادي تعطي واحد دفعة واحد دفعة كبير باش نهضو بنطقتنا المستوى لكاتلت به هذه الجماع العام خدينا القرار باش نديرو واحد باش نكونوا واحد اللي جنى اللي غادي تدرس هذا المشروع هذا ديل الجهة ديالجهة سوسماسا وباش تدرسها مع مكونات آخرين ديالالمنطقة منهم الأسجواء منهم الولايات باش يمكن ننهضو بالجهاد يلنا وبش يمكن الجهاد يلنا تولي في المكانة التي كانت عليه من قبل حيث كان عارفو بأنه الجهاد يلنا هذي كانت تقريبا هي المرتبة التانية من بعد الدار البيضاء لأنه كان الحمد لله الجهاد يلنا فيها الفلاحة فيها السياسة فيها السياحة فيها الصيد البحري وخاصة المنطقة هذي بهذه المسائلة هذي تكون من المناطق الأكثر مرضوضية في البلاد الصيد البحري كان عارفوه والقطاع اللي كان متلو في الغرفة في الغرفة دينا الصيد البحري قطاع مهم جدا واليد العاملة اللي كي شغلها كبيرة بزار والمدخول دي القطاع الصيد البحري بالنسبة للبلاد دينا هو مدخول جد مهم وبالعملة الصعبة اللي هي تزيد القطاع أهمية كبيرة إذن هذه اللجنة ستتخدم إن شاء الله بحول الله مع الجميع المكونات الجهة كيف ما سبتو بين النقاط التي تكلمنا عليها هي سلامة سلامة والإنقاذ العاملين في مجال الصيد البحري مع الأسف كان عارفو كلنا بأنه كانوا واحد كوارد اللي دات أرواح كثيرة والأرواح البشرية هي عندها قيمة كبيرة 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 عن الله وما يمكنش نخليو بحال هذه الأزمات وبحال هذه الكوارد توقع وبلغ ما نكونوا مجندي اللي ها بلا ما نكونوا معين البحارة دي لنا باش يكونوا ديما تحت واحد الوقاية اللي يمكن تحميهم في حالة الكوارد بحالة دي إذن ترقنا هذه المواضيع واقترحنا حلول الإخوان اقترحوا حلول اللي غادي نعمل بجدية باش نوصلها الإخوان دي لنا البحارة وباش نوصلها المسؤولين على البحارة اللي هم الربابين باش يمكن نقلصوا من هاد النوع دي الكوارد اللي كتدي أرواح بشرية من من بعد من النقط الأخرين اللي هادرنا عليها هي النقط دي التهريب التهريب هاده نقطة سوداء في قطاع الصيد البحري اللي خصنا نجند لها لا الوزارة الوزارة الوصية ولا المهنيين ولا الوزارات الاخرى اللي ممكن تدخل باش تقلص من هاد المسألة الغير معقولة اللي كتدي اللي كتدي تقليص المخزون السمكي دينا اللي هو نقطة من أبرز النقاط دي برنامج اليوتيس إذن خصنا نعمل جدي كاملين في نفس الاتجاه باش نقلص من هاد المشكلة هذه الداربة المضافة اللي هي تذية كلنا كنا نعرف بأنه إلى حد 2014 كان القطاع كان اكزونيري من الداربة المضافة إلى حتى 2014 في المشروع القانون المالية دي 2014 تزد فيها الداربة الإضافية يتفيها لـ 20% كانوا بعد تحركات كبيرة من طرف لا المهنيين ولا المكونات دي القطاع باش يمكن النقاط نعودون رجعول للإقزونيري و هذا العمل هذا كملنا مع واحد لكومسيون اللي كانت إساسي الوزير و كانت رأسوها المهنيين كغوراف و ممتيلين و دي دي بي مستشارين إلى آخر و مشينا عند رئيس الحكومة أنداك وطالبنا منه باش هذه الداربة اللي رشعوا لنا في 2014 باش يعودوا حيدوها حقيقة رئيس الحكومة وصل معنا لحل الوسط وهو بعوض من 20% 10% المسألة اللي قبلناها ورحبنا بها وفي القانون المالي دي 2015 رجعنا ل 10% هذه تقريبا واحد 8 شهور أو 9 شهور تفاجئنا بغير سابق اندار من طرف المسؤولين دي الداربة والدوانة للدوان والداربة بإرجاع هذه الداربة لـ 20% ما تشي واحد ما كان عارف حتى حطينا لدوسيل قينا 20% إذن الآن كنتطلبوا بالرجوع إلى هذه 10% وفي هذا المجال طلبنا بسيد وزير المالية وسيد مدير الترائيب باش نراجعوا هذه مسألة هذه وندرسوها ووعدنا باش ندرسوها إن شاء الله بحول الله ونلقوا شي نتيجة إن شاء الله بحول الله اللي تجي في حسن نظن الجميع الحاصلة المسيدة للأخطبط للصيف 2019 كانت حصيلة ما نقولوش حصيلة صغيرة وإنما كان واحد تقليص بالنسبة للسنة صغيرة موسيقى موسيقى موسيقى